أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكرا 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 مرحبا بكم في عدد جديد محصدكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا أردناها حصة بسيطة موجهة للأولياء بالمرات الأب ولا الأم ولا أي ولي أمر محتاج نصيحة بسيطة احنا من هذا المنبر هذا مع أخي السائيين نحاولو نسهل عليكم المعيشة ونسهل عليكم تربيه أولادكم اللي هما أولادنا موضوع اليوم موضوع مهم هو موضوع الحساسية التنفسية لذلك نتكلمو على الربو عند الرديع الاسم عند النوريسون راح يرافقني أخي السائيين اليوم راح تكون معنا طبيبة الأطفال السيدة شفعي سميرة تفضلي مادام مرحبا بك مرحبا بك مادام شرفتنا 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 مادام نخليك معنا كذلك الأستاذة علجية جيلاني مرحبا بك 17 سنة في التربية والتعليم مرحبا بك أستاذا تفضلي تفضلي كذلك ترفقنا ضيفتنا هنية فاحي أخي السعية في علم النفس مرحبا بك مادام شرفتينها شرفتينها تفضلي مادام تفضلي ومعنا اليوم تجربة هي أم وهي جيدال شهرزاد مرحبا بك مادام مرحبا بك تفضلي مادام شرفتينها 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 خاسبك في كل حسان استدفوا طفل ولا طفلة باش يدين لوجبات المدرسية في هذا المكتب الجميل هذا اليوم معنا عبد الرحمن تعال عبد الرحمن أروحوليدي أروح موش رأك عبد الرحمن لبس ولدي موش رأك لبس لبس حال في عملك عبد الرحمن ثماني سنوات موش رأسنا تدرس الثالثة ابتدائي ثالثة شاطر أنت في الدراسة أنت نعم ما عجبت المؤادل ثمانية فاصلة عشر اوه برابو 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 عبد الرحمن أنت منظم في الوقت لتعك تعلواجبات المدرسية ولا حتى يقول لك رح تقرأ لا منظم؟ نعم وعندك وقت مخصص للعب وكامل نعم تلعب شوية تقرأ شوية نعم شاطر شاطر أوليدي شاطر إذن عبد الرحمن نروح تدير الواجبات المدرسية تاك في هذاك المكتب الجميل وانتما يا أطفال هذا هو الوقت يتوح تديروا فيه الواجبات المدرسية تاك شكرا 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 إذن الموضوع اليوم كما ذكرت من قبل هو الحساسية التنفسية لا يرجي غيس بيغات واغ ورابو عند الراضيع يعني لاسم دي نوريسون راح يرفقني اليوم أخصائيين باش نتكلموا على هذا الموضوع مهم وإن شاء الله نقدروا نعطيكم نصائح في آخر هذا الحصاء وخلال هذا الحصاء كذلك ماذا بيا نبدأ معك الدكتورة شفعي ساميرا حبينا أن نستعرف وش هي هذه الحساسية التنفسية ومحتاج هذه الحساسية التنفسية تكون مرض يعني باتوروجي ومحتاج الأولياء لازم يكون عنهم ارتباك ومحتاج الأولياء نقول لهم بلي هذه حاجة ما هيش حاجة يعني خطيرة أو كامل ماذا بيا تعرفين الحساسية التنفسية وعلى شمقبيلة كنا نتكلموا تكلمتيلي على اللاسم دي نوريسون يعني الربو عند الراضيع علاش الراضيع بالذات ماذا بيا نتكلموا على هذه النقطة هذه تكلمين تفضلي أستاذ سالخير عليكم مرحبا بي لك السلمك الأوليرجي راسبيراتور والحساسية عند الطفل نتكلموا عليها يعني تتموجودها بكثرة ورهي يعني كل عام تزيد لفريقانستحات تزيد مع الوقت هذا نتج العوامل طبيعية والتطور الصناعي الموجود حاليا دونك لاليرجي راسبيراتور كين نوعين اللي هما مهمين يعني نقاهم بكثرة عند الأطفال يالغيني تاليرجيك دونك الحساسية تعلنف اللي دي عند الأطفال يعني يقولوا يكونوا شوية كبار 3-4 اي بلوس كبار دونك العراد تحا يعني 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 لبليپارة الناس يعرفوا هم يعطاس voilà الام كي تجي تقولك اللي دي عنده حساسية كيفش يعطاس تولتان نفو نبوشي تولتان دكو على الوقت كامل ولا يسيل تقولك اللي دي نفو يسيل تولتان تولتان سيبا ماشي لاغريب parce que لاغريب 3-4 ايام ويبرا دونك نفو تولتان يسيل ولا قريب معها الحمى معها الأخور بالك يعني 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 كي ما قلو في الوقت الرابع تكون تزيد فيه الحساسية دونك هاد الوقت كامل نفو يكون يسيل تقولك سيبا نغمال السنية يبرا يبرا ما براش ويسيقرات ومباد مع الوقت مع الوقت يعني هادية علش نهضرت عليها مهمة بسك هي تقدر تكون سبب في اللازم في الدك ديك 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 عند الانفان كما قلو كما قلو نحن كما فهموا للي باران قلو لهم تهبط هادية الحساسية تهبط للصدر سا ديك لانش النازم عندهم لقدر يجي في أي سن لقدر يجي في أي سن مشي شرط ماشي شرط ان بيبي باشي يقدر انفان ديك يعني كان بيان عنده حتى عارض على جدي يمكن ديك لانشي يدير ان كريز ديك ديك ما يكون عنده عوامل عوامل الويراتية منها الحساسية عند الاباء عند الاخوة إذا كان اخوة الوالدين عندهم الحساسية يقدر هو عنده نسبة عالية اكتر من شخص عادي باش يدير النازم ديك ديك لازم تدواء كاين مي لازم تدواء جسوما يعني نبغل على الحساسية لازم وملاحقوش يعني تخاتمو باسك لازم يعني الدواء تعو يطلب وقت يطلب كي ما قلو ديك تيكنيك يطلب مجهزة كتر ملاغين تاليشيك يا سمبل يعني كاين دواء الشراب ولا دي ديك تالحساسية وكاين هذك بخاخة تالأنف اللي ديرها دايما داك داك جسو كاين برك زوش أنواع تالحساسية تالأنف كاين اللي جي في وقت برك يقولو تعرب تعال الشي تعال وكاين يقولها بغانويل سديق على العام الطفل اللي نيفو السيل عنده حساسية وكما يعني ميقولوش حاجة بتأثر على الطفل اللي كون يدرس بسك نيفو بوشي ميقدرش يتنف في سعادة تو دوك في المدرسة تجيني بغليكور في الليل ما يرقدش بيان طفل دوك تتأثر على سعو تنتي على لسكولاريتي دو لانفان تربيان تربيان المدربيان بعد ناود نرجع لك على كما تكلمنا مقبيرة على لازم دو يسو يعني الربو عند الرديع باش نتكلمو عليه مدبية أستاذ هنية تفاحي أحبيتك إلا قتلنا نتكلمو على كيفاش النفسية انتع أولياء وليدهم عندهم مثلا الربو يعني لا اسمو لا ويجوه لكريس في الليل قادر يحجري بها السبيطار قادر يعني أنا نعرف بعض الأصدقاء وكمل عندهم ولدهم بعد شهر عندهم لازم وكامل يعني حياتهم صعبة يعني كيدلوا الكريس وكامل شي صعيب يعني مدبين وكنتكلمو شوية عن النفسية انتحهم كاش تكون حتى النفسية الطفل يعني وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا شي هذا باش نسهلون لهم شوية الأمور نعم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه يقول لك طفل جاتوا كريس دازم صورتول كريس اللولانية إذا كنت كبير لدكتورة إذا تقفل في تمرس سنين ولا جاتوا كريس يعني حاجة صورتو كيكون جاتوا على غيلة وكبير بان لي كان صغير على بنا باللي عندو مي واحد جي كريس دازم نلقا دي جال الاهل نلقا في رعب نلقا في رعب التباك كبير معدن وش صرا هما ما يعفو شي يدير الحاجة الأولى أنها تقول لك الأم أن لما تلقا ها مقلقة تقول لك تخنق وليدي يموت وغال البنس ساستاذ هي تشوف الموت مباشرة نحنا في هذه اللحظات ناخد الأم على جهة والطفل يكون يدير له لاي غوصول باش يقدر يعود لون تعوي واللي لون عادي إلى غير ذلك وبعد ناخد ونشارج لبارون اللي لازم نوصهم أن يعني الحساسية الإنسان لازم يستحفظ برك باش ما يلحقش لهديك درجة الهلع والقلق لأنه قد ما تكون درجة الهلع والقلق كتر الطفل يشوفها في أعين الوالدين هو يزيدي واللي اكتر ولازم باريكزم يبخوفت في الإموشيان تالي باران غير يقولون حاجة يقولون دا قد في النفس هنا يجب فقط تخيز الانسان بك لازم يسيب فرصة لأن الأم دايما تقول لك الطفل المريض دايما 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 تحال خاصة لازم نهتم فوق الحد وفي نفس لوقت هيتخسر في السلوكات اللي اللي عندو من نوع من هاد المرض وعبارة عن مرض مزمن وعندو وقت طاول باشي طلب العلاج ولكن الطفل دات خلف هذيك الدوامة ما حشي خرج منها لازم لي باغو ماشي مني داك تولتو راك مريض راك تاخد لتخاتم بسحي يكون هاد الطفل عندو سولوك معتادل باش ما يعييهم جميل جميل شكرا شكرا أستاذ هنية فاحي كلمنا عن المدرسة وكامل هاد الكريز هادول أزمات هادول تنفسية وكامل يعني عندهم تأثير مباشر على التحصيل الدراسي هنا نوصل لك أستاذ الجي جيلاني سبا تاشنس نفس لك التعليم حبيت لو كان تتكلم بصفة خاصة وصفة عامة يعني كيكون طفل عندو مثلا الربو نتكلم عن طفل معروف اللي عندو الربو كامل لاصم هل الأولياء عندهم دراية يعني يخبروا المدرسة هل ترى المربي عندو دراية على بل الطفل هاد عندو لاصم ويهل ترى المؤسسة وقفة يعني بعد نشوف مع الدكتورة وشوما الوسائل اللي يعني اللي يدويوا بهم يعني الايروسول وكامل ما نشوفهم هل المربي يقول للتلميذ لازم تجيب الايروسول تاعك يراقب عندو ما عندوش هل مرة على مرة صارتكم ينكرز عكدا وين عايتوا بالك لسيارة الإسعاف ولا حبيت نعرف كيفاش المنظومة التربوية وانتوما خاصة تعاملوا مع الأزمة التنفسية هذه شكرا للاستضافة الحقيقة في الأول في أوائل الأمر يعني في البداية المشوار تاعي ما كون نحن نبحث على التلاميذ البيت تحهم نعيط الأولياء باش نشوف للك سبيسيو تاع أسكو يقول لكم لوليدي عندو لازم 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 في الأول نحن نبحث في المرات ما يقول لكم شو لحت تشوف لدي لازم نحن نحن يعطينا كامل اللي سيط التلميذ ونحن لازم نكون على دراية أساسية ونحن نحن نعاف لك لك نتعامل مع التلميذ لك 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 تلميذ عندو مرض معين وتتعامل معك واحد عادي ما عندو مرض حتى لو كان ذاك المرض يكون عارض مثلا يجو يقول لنا بلي هذا الأسبوح ذا راه عندو هذي يعني إلاش تأرض عليه سعفي ولا هما يكون تصلوا بالطبيب الآن نحن في المدرسة في المدارس كامل عندنا الإزام بريمي هذا وسهلو بزاف الأمور يعني ترفض طفل يعني خاصة مرض شكري ولا رب الملف فت التلميذ نعرف هذا وش عندو هذا وش عندو إذا نحن نعرف وكيفش نتعاملوا مع التناميذ أحيانا يجوا بعض الأولياء يجوا يبعثون يعيطون في الباب هاكوا وش تديرون لهم زي ما في الاستراحة إذا اشت العارض هذا يتكون وصات الطبيبة مقبل وصات الولي وللولية إذا اشت هذا العارض هذا وش تدير له ولا أنا نجي ندير له في الاستراحة ولا نتصل به يعني الحمد لله يعني رأنا في مهمة سهلة ويعني اطورت الامر اطورت الولدين يساهموا لازم يقولون لازم الأولياء دائما يساهموا باش يساهموا مهمة المربي وعندي أنا في فلق اسمت عندي كاكم عندي كاكم يتغيب ومشتهد ما شاء الله عليه وغيابة يأثر عليه قليل وكان جاء واحد متوسط يضرع لي بالبزاف إذن هنا هذا الرب وهذا وهذا المرض يضرع تحصل العلمية تتلميذ إذن جوه هذي كريز في القسم لا إنها يكونوا عندهم هذي كريز هذي من ما تبعثوش وتعيي يتتصل بالإدارة تقول بلي التلميذ هذا لسبب معين ولا تبعث وصفة الدواء من بعد ولا تبعث الورقة يعني الحمد لله دوك يعني قدام صحابه وكامل يعني ممكن يكون عندهم هلع ممكن لأنه خاصة يعني أزمة التنفس يعني تحسب لو يتخنق ممكن التفل هذي يعني تكون عنده أزمة أزمة من بعد وكامل كي يشوف شكرا شكرا أستاذ جنالي على الجية على هذه المعلومات حنا اليوم استهدفنا سيدة جيدال شهرزاد مرحبا بك كأم مدب هنا انتي حالة حية يعني تجربة حية حبيناك تكلمينها لتجربة نتاعك وكتاش عرفت باللي طفلك يعني عنده اللاس ما عنده الربو وكيفاش تعاملتوا معاه هل ترى عرفته فلوق المناسب ما عرفته فلوق مناسب مدبنا تكلمين لحالة متاعك هذي تعطيف متاعك مدب تفت السلام عليكم مرحبا بك مدب ونشكركم على الحصار هذه الطربوية ربي طول عمرك دعم ويزيد ربي خليك أنا عندي طفل صغيرة كان عنده مزاكن ومعلومة مزاكن مزاكن شهر في عمرو درك وكا عنده ستسنين ايه وقتاش عرفتو بلي عنده اللاس ما عرفناش معلو حتى كيزيد باش نحاولي في سبيطار وقالوا لي لازم نشدو عدنا خطر عنده أزمتيك حد في صدره وش حكل في عمرو كي قبولك عنده كان عنده يومين برك كيف يومين فقوله كيزيد فقوله يومين بحته إرجون سبيطار تعالي بيبي تأدري صغار تعزمي شدوه ثم نحاولي شدوه وخلوه عندهم قعد شهرين دعو وعندهم وقالوا يتحسن ويتحسن 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 وعندهم ودواء وعندهم ثلاث شهر وعندهم وعندهم كيف نتعامل وعندهم شغل شغل في صدره لا يوجد شغل لك لكي أعطي لأنهم يصبح ويصبح وكيف نتحسن قد نتحسن عمل وعندهم أنهم نمشي دعو وليه كريز تحسن وعندهم لأنهم وعندهم يجب خلالوا وعندهم وعندهم ومثل وكيف ومثل يبطع يبطع ويبطع بين خمسة عشرين يوم ويبطع لأزو ثمانات لثمانات لكي نعطيه السبيطار يستطيع أصول هذه والأزمة يستطيع أصولها حتى تحسينها بلو ويتخنق يستطيع أن نعطيه السبيطار مهما بالبخاخات وكل شيء لا يفيدون فيها خطرات يجب أن نعطيه السبيطار لكي يمليح الله يبارك، الله يستطيع التوفيق إن شاء الله ربي شافيه إن شاء الله ربي شافيه مدبياً نرجع لك دكتورة كي السيدة جيدة اللي قالت النب اللي كان عنده نظم إيجوي يعني أزمة حادة وكامل احنا حبينا توضحينا وش هو هاد الربو هاد الازم وكيفاش يكون عند الرديع واسكو يدوى وكيفاش هاد الطفل هاده يقدر يتعايش مع هاد الحالة هاده واسكو كانين آزم بلوز إيجوي كنوتر يعني حاد أكتر من الأخر تفضلي دكتورة ال�ازم جنوريسان لازم آزم عن الرديع باش نقولوا هاد الرديع عندو اين monkeys داس دازم آزم بلوز تو لازم يكون days 3 مرات ce qu'on appelle une bronchiolite بزاف الأمهات يعرفوا la bronchiolite la bronchiolite c'est les enfants par exemple la grippe بعدها يبدأ يسعل يسعل وصدر ويسفر donc التصفات تقول لك يجي تقول لك يصدر ويسفر donc هذه c'est une bronchiolite كما نقول لها عند الكبار يقول لها une bronchite اسمها هي bronchiolite لازم يدير تلت مرات au bout de la troisième fois باش نقول لك هذا الرديع il est azmatic وها تلت مرات يديرهم في مدة شحال peu importe المدة يعني شهار ou la semaine ou la 15 non يديرهم 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 كله شاك مو يدير 3 mois d'intervalle ou l'essentiel ما يلحقش للاجتعامين ودير تلت مرات بالضبط دير 5 mois ويدير في العام ويدير في عام ونص donc لفلال 3ème c'est un azmatic donc هنا ولمتابعة مهمة بيان بريمو المتابعة مش احنا فشل 3ème fois احنا فلا 2ème fois كي نشوفوا الطفل راهو دير 1 برونك يتلمر لولا زاد دير 2ème fois أوب كي ما قالوا نتير لسنة دال دا نحوصو في العائل ليلة كان حساسي يتو التما نبدأ ندير كي ما قالوا دواء خفيف برك حاجة بش ما يوصل ش لازم دا يوصل لل خلاص كي نحوصو لتخذ الانالي دا البخخات اللي ستعملوها لزادماتيك و هذا يعني نقول للم les parents كي ما أبو للم لدي parce كي ين بزاف يخافوه كي ين دي باران يجون لان ان دي لو لدي دو زادماتيك يقول بخخخات يروح يخرج يخرج يدير يحش يرفز يرفز يوز لتخذ للي كي دير ولدو بخخخ يقعد بها في حيات كامل لذي تبسي 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 لذي 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 فتالي يعني نحوصو نحوصو لذي 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 تحكم فيه لذي لذي يحكم فيه لذي ولدها قعد يدير 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 نازم دون ريسان ومبعد قعد أزماتيك دون المرد قعد فيه بس كين عوامل تعال الانفيرون كين عوامل العائلية يتو شد فيه مي لو كان كي سأدير ما تكون نخدوه ان شارج في دي بي من الأول يدير دواتي عو بنت دال هذي بخخخ يقدر لذي نازم ينوريسان ينوريسان يعني يعني يولي طفل عادي كيما كل أطفال وشو لتختمو هذا لتختمو إنالي دونك هو دواء كين بزاف كين زوج بخاخات نقدر نشوفو كش حاجة حبو أنا جي لاش بغدين لاش معلش مدابين تفهمينا كيف نقولو لها شم بس طولهم إحنا يا الأولياء باش هكدك ما يخافوش ألو كين البخاخات كين بخاخة زرقة كمان نفهمي بكين زرقة وكين في السرقة هي عبارة عن يعني بثاف ناس يعرفوها لسالبيوتامول سيد لفنتولين دركون سيد سالبيوتامول إنالي ألو كيكونو صغار مليم قدروا نعطوهم سيرو تعشارة بتاع سالبيوتامول كي تعطيلو البخاخة يقول لك لا 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 يقول نفس الشي اللي يروف البخاخة نفس الدواء برك الطريقة الطريقة تنفسها الطفل على كون تحكم وليدك ويديلو البخاخة سيان دو منو يسخ سولاجي يتحسن السمتوم وتنقص ويقص لنهجة ديق تنفس ديالو على كباش يشرب الشعر بهذا يشرب ويفو التند كي يوصل لكي مرلو لستومة لأنه وليدك بسرطي من حيث وليدك لو أنت نفس هذا الفناني سيبقى للغاية ثم التفجيلي والتفجيلي كلتاعدة فن لا تفجيلي النهاية أي ليس ذلك النهاية من الخمسي و تستطيع العشري دكور. لجوانا، كم قلو، فالفن. لجوانا، هدا، بطفال، من أحدهم يديرو مده يعني مدهة يعني مدهة مدهة 50 يم و 10 يم ولا هده يديرو مقلو على طول مدهة 3 شهور، 6 شهور حتى العام يديرو كل يوم أو كيف يديرو؟ كل يوم. كل يوم. سيدة قالت عمدي الأرانج فليكسوتيت دكت أحدة الصباح وحدة في الليل دكور. هذا تحقق هذا تحقق كل يوم يديرها بشكل طفل يتحسن لك يسأل لوافضر الكمال ديفيد يجب ليوافضر الكمال يجب أن يقول كل 15 أماء لا يظهر لا يهرب يسأل لده مهلا في جنادي هو ذلك لا يهرب يجب أن تكونوا تحفين على طبيب ويجب أن يکترى ويمكن لديه ويجب أن يتحفين لأنهواف سنستعملها بشكل ص lamp هل يمكن أن يكون لدينا أصلا من ديك؟ ايه تفضلوا الليدي يلا استدفوا تفل يلا دونك البخاخة الأورنج تاعك ولا البلو لازم توجو كما قولوهم يخلطوها بيان داك هاولي كل جهاز طلعوا الليدي طلعوا دور الكاميرا دور الكاميرا منها دونك يفوها جيتي هاي الشامر دينا لسيون دونك نخلطو هادي كل البخاخة هكذا واندها الوين تدخل هنا داك داكو فالماسك ماسك بو هو طفل شوي كبير مكيكون ردع لازم دينا غيسان لازم دير الماسك باسك الطفل ميقدرش يشد ايه داكو هو نقدر نشد مما تخل داخل فمة والا يقدر يشدها ميانو غيسان ميقدرش يشدها لي داكو 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 كيكون ردع نديرول هادك الماسك لليو لوا ماسك بشي تشد بيان على وش ندير. دونك نعبز خطراء ونحسب حتى العشرة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة في هذا الوقت اللي راني نحسب الطفل ديالي راهو يتنفس دونك الدواء اللي خرجتو هنا يا هاو دواء هنا الطفل ديالي راهو يتنفس فيه دونك راهو محجوز في هذا اللقر دونك يجوز كامل كمية ديالو عشر ثوانية ببري بشترة ديالو نقود بالسلم نعوده في الليل نعوده لانمامة مره صباح مره عشية مره صباح مره عشية ونقص له بعد محاجنه مع الوقت يشوفوا طفل تحسن نقوم نقصة Half Of The vielen emos the Simple using the link at the tab يجروها اطلعات الزرقه تلف مرة في اليوم تشبخات التمرات في اليوم دك شكرا يا بليدي شكرا 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 تكسحة أستاذة جدال مرحبا بك هل ولدك كان متابعة بنفس الطرق لا تقول فيهم الدكتوراه ولا مختلفة شوية لا لا نفس الطرق لا تحضر لي نفس الطرق الدكتوراه استغربت مقبلة بس كم المفروض إذا كان الرديع تشفوه لدي كريز وهو صغير من المفروض أنه دركال كريز تعقومه ما يكونوش كل 15 يوم كل شهاريته هذا هو الأمر مصح هو كي تكون الميديتي في الدار هيا طبيبة فهمتني قلت لي كي تكون الميديتي في الدار التفلي قعد مريض كي تديري باطل هذا العوامل اللي تأدي تتقلنش الكريز ولا تخلي تتقلنش الرطوبة الغريب في البريود فلا نشوفو فش سيديرو بزيف بس كلا غريب الدار كامل كي مرضو بلا غريب هو عندو حساسية يتحسس لذلك أنا نمرد غريب عادية بس هو كي نعدو لدي يدير لي مطي تغريب يديري بطي تغريب يديري بطي تغريب يوجد نشوفو جانسي السالية لتاباجزم مطي تغريب يديري بطي 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 تغريب يديري كاراته يديري بطا determiner كيف تغريب شكرا لكم 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 شكرا لكم